تحالف تحالف كذلك كان بغير نشير بأن الأمم المتحدة هد سنة اخترت الموضوع تقوية وتعزيز القدرات للنساء والفتيات لعندهم التوحد وهو موضوع مهم جدا أننا نشتغل عليه لأن النساء والفتيات لعندهم التوحد إضافة المشاكل التي يمكن أن يواجهها شخص توحدي كان مشاكل خاصة يواجهها للنساء والفتيات مرتبطة بالنوع مرتبطة بالتمييز على أساس الجنس مرتبطة كذلك بأن التوحد ما كيبانش كأعاقة ما كيبانش وبالتالي كتقدر البنت أنها تتعرض للتحرش أو العنف أو الأمور كثيرة لأنها ما عرفش كيفش تعامل مع بعض الأوضاع الاجتماعية أنا أم الشابة عندها توحد عندها 24 سنة وحبيت نتكلم على هذا الموضوع للنساء أو الفتيات الكبار اللي هما فاتهم الوقت سواء في المدرسة بالنسبة للتعليم أو بالنسبة البزاف دي الأمور وكنقول بأنه صراحة عمره ما كيفوت الوقت كين دايما شي حاجة نيمكن الهدر إلا فتنا الوقت في التعليم فكين فرصة أننا ندمجوهم من خلال الشباء من خلال الرياضة من خلال التكوين وهذه الفرصة هذه خصنا نشبته بها فتوحد ما كي شي حاجة سميتها مشى الحال أو السن كبر كين شي حاجة سميتها المتابرة أننا نكون عندنا تقف القدرات ديالهم أننا نعزو هذه القدرات كين واحد الشرط ضروري يتوفر وهو الشرط ديال إيمان ديال الأسرة بالقدرات ديالهم وأنها تنخرط في التكوينات مهم جدا أن الأم والأب والناس اللي هما محيطين بالشخص التوحدي أنهم يكون عندهم تكوين حول التوحد وحول المهارات وحول المناهج والأساليب ديال تقوية القدرات ديال الأشخاص التوحديين واقع الحال أن ابنتي عندها طيرابات حيثية وطيرابات حركية كثيرة فإحنا رغم ذلك ما حطينا شي دينا عندها برنامج رياضي مكتف عندها برنامج ديال تعزيز القدرات ديالها في المهارات الاجتماعية ذلك ابنتي مسجلة في واحد نادي رياضي كتمشيله يوميا كذلك عندها حصص فردية ديال الرياضة هادشي اللي يعني أهلها أنها تقوي القدرات ديالها وإحنا كانت توقع إن شاء الله أنه سنستمر في هذا البرنامج في الأفق ديال لإدماج ديالها في مركز من مراكز تكوين المهني إحنا مسررين على الحق ديالها في تكوين المهني وعلى أنه ما يكونش العائق ديال الشهادة التعليمية عائق أمام تسجيل في هذا التكوين رسالة ديالي للأمهات والآباء أنهم ما يوقفوش عند التشخيص ديال العجز وما يوقفوش عند المشاكل اللي عند وليداتهم ويقولوا بأن هاد المشاكل ما 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 تتحلش خص نعرف بأنه ما كنش مشكل في الدنيا لما عندوش الحل دياله وخصنا بيحتو وخصنا يكون عندنا الإيمان بالقدرات ديال هاد الشباب لأنه صراحة إلا مشينا حنا لأسر ديالهم سمحنا فيهم ما يمكنش نطلبوهم للمجتمع أنه يتحملهم إذن الرسالة ديالي للأمهات والآباء تقوا في القدرات ديال والداتكم عاونهم شوية بشوية ربما ما كتبان لكمش نتائج بسرعة فعلا ما كتبانش بسرعة ولكن اليقين والثقة والدعم والتكوين كي يساعد على أننا نوصلوا للأهداف اللي بغينا شكرا